اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العامة لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية والتي تتعلق بإدارة بعض الشؤون المجلس وجلساته العامة تطرقت المناقشة إلى أهمية تنظيم الأدوات الرقابية في المجلس بما يضمن الفاعلية بشكل أكبر بين الأعضاء والوزراء الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم وفي هذا الشأن تم تقديم عدة مقترحات من أعضاء اللجنة العامة ليتم إعمال ما يتوافق منها مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس